يقال أن قابيل ينتسب إلى الرعاة بينما هابيل ينتسب إلى المزهرعين وهم طبقة قد تكون أقل ولذلك قتله بسبب اعتقاده أنه لا يجب أن يكون أفضل منه يعني تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر يذكر كثيرا عن لقمان عليه السلام وهو حكيم ويقال أنه نبي وهو من النوبة أو من الحبشة عبد أسود يعني هو كان عبدا وكان أسود اللون ومرة واحد شافه وقال له يعني ما أقبح وجهك فقال هل تعيب الناقش أم تعيب المنقوش هذه هي الطلقة الرصاصة التي تطلق على العنصرية أنه الله تعالى خلق البشر سواسي